صباح الخير لمتابعي عمان تيفي وراديو روتانا احنا بفقرة الابراج والتوقعات الفلكية يسأل صباحكم ومثل ما وعدتكم انه رح نحكي عن شهر تسعة التوقعات الفلكية الجديدة واليوم رح نحكي فقط عن تأثيرات تراجع وطارد بالعذراء لغاية 14 الشهر واكيد رح تكون معاكسة لغالبية الابراج فبدنا نكون انه صبر وتحمل كثير عالي لحتى نقدر نتجاوز هاي الفترة دون ما ناخذ معنا اي سلبيات لبعد 14 الشهر اذا نبدأ بالحمل وطارد مثل ما حكينا متراجع بالعذراء لغاية 14 الشهر فترة غير سهلة رح تزداد المسئوليات بشكل كثير كبير وكمان البعض رح يعاني من التأخير والتسويف وما تصير الامور مثل ما انت بتخطط لها كمان رح سيطر عليك افكار سلبية نوعا ما وهذا يخليك انك تتخذ قرارات آنية غير مدروسة فاحذر هذا الموضوع بدك تتأنى وتحول اي فكرة تجيك على طاولة الدراسة قبل ما تنفذها اما بالنسبة لبرج الثور وطارد متراجع لغاية 14 الشهر فيها معاكسات هاي الفترة فيها تشتت فيها مواجهات مع الاقارب العلاقات الاجتماعية بكل انواعها بدك تبتعد عن اي تحدي اي استفزاز اي دخول بنقاشات عقيمة بدك تخرج من هاي الفترة دون ما تحمل اي مشاكل او انك تخسر العلاقات الاجتماعية كمان هاي الفترة بدك تنتبه لصحتك وتعتمد الدبلوماسية والصبر وبالنسبة للجوزاء وطارد لغاية 14 الشهر بدك تواجه ارباك ومواضيع ممكن اتخذ قرارات عائلية رح يكون عندك ايضا تراجع بالعلاقات الاجتماعية ولكن هون مش زي الثور الثور بكل العلاقات الاجتماعية الجوزاء رح يكون خاصة بالعلاقات مع الشريك او مع الاقارب او العائلة اذا حتى الامور المهنية رح يصير فيها شوي التعقيد ما رح تصير الامور مثل ما انت بدك خاصة للي عندهم توقيع عقود او متابعة معاملات او تحويلات بنكية او معاملات بنكية كقرض او سلفة اذا بدنا ننتبه لانه هاي الفترة بدنا نطلع منها بدون ما نحمل اي سلبية السرطان اطارد رح يعطينا توتر ورح يعطينا تشتت يأثر ايضا على تعاملنا مع الناس خاصة بالمهنة اذا بدك تنتبه ما تكون مستفز وما تسمح لحد يستفزك اذا تعرضت للاستفزاز بدك تكون روحك طويلة شوي وتتحمل هاي الفترة مش من مصلحتك انك ترد باجوبة جارحة او انك تحاول تحدد تحط حدود للناس بدك تأجل هذا الامر لبعد 14 الشهر اضاعف جهودك بهاي الفترة وانتبه للدخول بمناقشات عقيمة اما الاسد فعطارد رح يكون فترة حساسة بهاي الفترة في تراجع فبدك تنتبه خاصة بما يخص المواضيع المالية قروض ديون او اي امر مالي الافضل انك تأجله للفترة الثانية اللي هي بعد 14 الشهر انتبه من عمليات النصب والاحتيال او نسيان بعض الامور بمكانات باماكن مختلفة عليك استشارة ذوي الشأن واعتماد ميزانية مالية محكمة بهاي الفترة وانتبه نحكي عن التوقعات الفلكية لل14 يوم الاولى من شهر تسعة ووصلنا للعذراء عطارد متراجع ببرجك فبدك تنتبه يا عذراء رح تواجه تشتت تأخير تسويف تنسى مواعيد حتى لو كانت مواعيد عاطيها بالشهر الماضي او الاسبوع الماضي قبل هذا التاريخ رح تتعرض للنسيان تنسى معاملات مهمة او بعض الامور الخاصة عندك تنساها بمكان معين بدك تتعامل بايجابية وما تخلي الامور السلبية اللي تواجهها مع احد الناس يأثر على كل العلاقات الاجتماعية كمان تعاملك مع الاخرين بده يكون لبق وفي ايجابية وحاول انه ما تخسر حدا من العلاقات بهاي الفترة ابدا البيزان عطارد ايضا عم بيعطيك تباطؤ بسير الاحداث وتأخير وتسويف وما تصير الامور مثل ما انت بدك وبعض التوقعات الايجابية رح تكون جوابها سلبي اذا عم تستنى خبر وتتوقعوا انه نعم او انه فيه شيء هدف بدك توصل ورح يكون الجواب لا وما ضبطت الامور معك وهذا رح يخليك تشعر بالانزعاج وهذا الانزعاج رح يأثر عليك سلبي فينعكس على تعاملك مع الاخرين وعلى حياتك ونفسيتك ايضا نعرف برج الميزان يتأثر نفسيا كثير باي حدث يحصل له يأثر على حياته بالمجمل لذلك بدك تأجل قرارات وتكون ثقف توقعاتك اوطى ما يكون عشان لما تجي النتيجة تكون مساوية للشيء اللي رح يوصل وبعد 14 الشهر اذا اجلت الامور لبعد 14 الشهر بيكون افضل العقرب عطارد ايضا رح يعطيك افكار سلبية وهي الافكار السلبية ممكن خليك تتخذ قرارات اتجاه الناس اللي حواليك وممكن تواجه الحيرة وعدم فهم الامور والمعطيات به هاي الفترة لابد انه برج العقرب تأجل كل قراراتك المصيرية على كل المستويات لانه تأجيلها للفترة الثانية رح يخليك تحصل على نتائج افضل كمان هاي الفترة اذا كان لابد من انك تتخذ قرار بدك تاخذه من خلال مجموعة اولا وثانيا اعمل من خلال مجموعة يكون افضل عشان الوقاع والاحداث اللي رح تواجهها اذا كان فيها سلبية رح تكون مقلصة يعني اقل من المعتاد فبرج العقرب اجل امورك لا بعد 14 الشهر شكرا لمتابعتكم واكيد بكرة رح تحكي لابا الابراج عن تراجع طارد يسال صباحكم صحة 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 Barn مارتنا اشتركوا في القناة